هنقول لخبرنا التاني مع كرة أليات بسيدات سيتوقف الدوري فترة أيضاً الحمد لله الدوري واقف وإحنا أول الدوري ويتبقى مباراة وحيدة يعني فضلنا نفوز بها في الدورة المجمعة اللي جاية عشان بعد كده نفوز بهذا اللقب مباراة من ثلاثة تفوز بلقب الدوري وتحتفظ بيه للسنة التانية على التوالي والدوري هيرجع تاني أيام 13 14 15 مارس اللي جاي وهتكون مطشطنا مع اسموحة والشمس والزمالك فوزك في أول مطش مع اسموحة يكفي باحتفاظك باللقب ونفكر حضراتكم أن فرقيتنا عندها 15 نقطة بيحتل السدارة بعدها على طول نادي الشمس في الوصفة ب7 النقاط فرق كبير عملنا على مدار الموسم وليس في الدورة المجمعة الأولى فرقيتنا محتاجة فوز واحد زي ما قلت لحضراتكم من أصل 3 مطشات في الدورة المجمعة التانية قدام سموحة والشمس والزمالك عشان يحافظ على البطولة اللي احنا خدناها السنة اللي فاتت بعد الفوز على سبورتينج 28 24 خلينا أقول لكم على حاجة يعني يمكن نظام الدوري في كرة اليد سيدات نظام عادل بشكل كبير طول السنة هو نظام تراكمي كل ما بتكسب كل ما بتاخد نقاط وطلعت الدورة المجمعة وانت محافظ على النقاط دي نظام الدوري ونظام المسابقة في السيدات هو نظام عادل ولكن للأسف في الرجال مش عادل وانا بقول الحقيقة دي وشاركني فيها كثير من النقاط الرياضيين الحقيقة كلمنا مع بعض سواء فريق الاعداد سواء عندنا فريق البرنامج كله كل زماننا يعني النقاط الرياضيين اجتمعوا معايا ان النظام الرجال مش عادل طب ليه مش عادل يا كابتن لان النهاردة ما يعقولش ابدا ان انا افضل طول السنة بلعب وطول السنة بكسب والدوري يختزل في النهاية بين اول وثاني بلعبوا 3 جمعات بيست وفتري اللي يكسب مبارتين يكسب طب انا ممكن اعد طول السنة حافظ على نفسي في المركز التاني وانا طول السنة بحافظ على نفسي في المركز الاول وفي الاخر المحصلة متساوية فالنهاردة الدوري لابد ايه المشكلة لما خش حتى بيست وفتري لو انت عايز تعمل له تدخلني وانا يفرق نقطة يكفيني مباراة واحدة من التلاتة يعني لو انت عايز حتى ميزني في حين السيدات لا السيدات قالك الدورتين المجمعتين هتلعبوا واحدة على ملعب التاني واحدة على ملعب الاول ميز الاول بالنقاط وميز الاول والتاني بالنقاط وميزهم كمان باقامة المباريات على ملعبهم يبقى دا نظام عادل انا بطعب طول السنة فاتفضل خد جزاء تعبك النهاردة الرجال احنا كل دا هيتمسح باستيكا وهنلعب ثلاث مباريات مع نادي الزمالك على بطل الدوري طبعا النظام مش عادل اتمنى من لجنة المسابعات الحقيقة من الاخ العزيز سعيد عبد المنى وهو ابن مدينة السويس انه يفكر تاني ويعيد حساباته مرة اخرى حتى لو بيك كلام طبعا مع مستر اخوان كارلوس باستير المدير الفني لانه ليه دخل كبير في نظام الرجال ممكن بالحوار نفهمه نقوله نتكلم معاه اتمنى ان نظام سابق الموسم القادم طبعا الموسم دا مستحيل يتغير ولكن الموسم القادم نتمنى نشوف موسم قريب للسيدات عشان اللي تعب ياخد حقه طبعا الموسم